شكراً لكم تابعوا معي طريقة التحضير لنعمل قطيب أكلة كارين يارك بالطريقة التركية عندي 3 كيلو باتنجان بهذا الحجم اللي شايفينهم أنا بخصلهم نظفهم بعدين بقشرهم درب ودرب بهذا الشكل وبحمي الزيت وبقليهم يعني أول شي بعمله إني بقلي بقشر البيتنجان وبقلي لحتى يصير لونه ذهبي وبصفيهم وبعيفهم على جنب لحتى يبردوا وأقدر إحشيهم بعد ما نقال عندي بهذا الشكل متل ما قلقون بعيفهم على جنب يوردوا بحضير الحشوة عندي بصلي فرمتها ناعم وفليفلي خضرة بتطلع الطعم كتير طيبة بها الأكلة لما بينحط لفليفلي في ناس بحطوا فليفل حمرة فقط لأ الفليفل الخضرة بتطلع معها بتاخد العال وبصلي بدبلهم شوي بالسمنة لحتى يدبلوا بعدها بحط فوق اللحمة وبحط الملح وبهار وبقلبها لحتى تستوي اللحمة تماما هون بهالوقت بكون فارم بقدونس كمان بحطهم فوقهم وبقلبهم مع بعضهم لحتى يدبل البقدونس تماما بعد ما بيتبل عندي البقدونس بحطهم على بتنشف ميت اللحمة بحطهم على جنب لحتى يوردوا ببلش هون بحشوة الكارن ياريك بقسم البيتنجان بالنص وبحشيهم نصيحة لكل اللي بديعمل هالأكل اللي أول مرة لا تقسموا البيتنجان قبل ما تقلوها لأنه أثناء القلي وأنتوا أسمتوا رح يطلع منا الزيت وقلب البانجان بيكون له مي فرح يطرشوا يعبلكون الدنيا زيت لذلك بعد ما بينقل البانجان أسموهم وأحشوهم هذا أفضل حل يعني أنا كنت قبل أسموهم هيك وبعدها أقليهم وبعدين أحشيهم ما بتتوقعوا قديش بتعبوا الدنيا زيت وبتلوش الدنيا شي مو طبيعي لذلك هذا أفضل حل بقليهم بحالهم بعد ما بيبردوا بقسمهم وبحشيهم فيكن تحشوهم بالكمية اللي بتكون ياها من اللحمة في ناس بحشوهم أقل في ناس أكتر أنا حشيتهم منيح وثلاثة كيلو بيتنجان يعني كفيني يومين وثلاثة كمان بزيد بكل راحة بعد ما حشيتهم وصفيتهم بالصينية طلوا عندي صينيتين فيكن تزينوهم بالشكل اللي أنتوا بتكون ياه أنا بحط فليفلي في ناس بحطوا بنادورة كل واحد كيف بدوا يزينهم بيزينهم هاي بترجع الشخص الشغلة للرغبة هلأ بحضر للصوص عندي كذا حبت بنادورة بفرومون وبحطوا لهم ملح وشوية دبس بنادورة وبخلطوا شوية مي وبخلطوا على الخلاط في ناس ما بحطوا بنادورة فيكن تحطوا بس دبس البنادورة تخلطوا بشوية مي وتصبوهم فوق الصينية كمان بيصير بس هيك تطلع قطيب كتير بي الصوص البنادورة لأنه فريش بحطوهم على النار وبصب فوقهم صوص البنادورة في ناس بحطوهم بالفرن أنا لأ بحطوهم على الغاز بيستوه أسرع أصلا هنا مستويين بيستوه أسرع وما بيعزبوكم مثل الفرن فرن بيطول المدة أكتر طبعا مثل ما قتلكون طلعوا صينيتين هلأ بعد ما غلوا عندي طبعا ملحهم مركز بغطيهم وبعيفهم لحتى تتعقد وتنشف ميتهم تقريبا بتحبوا يكون لهم مي أكتر بتحبوا يكون ميتهم أقل هذا الشي بيرجع لكم هاي الصينية الثانية كمان هيكل شوي بحط مرقة البنادورة بقلب البنجان وبغطيهم وبعيفهم على نار وسط لحتى تنشف شوي ميتهم وتتعقد بعدها بتحبوا تحطوهم بالفرن تشوهم من فوق فقط بتحبوا لا هذا الشي بيرجع لألكون هذا كان الشكل النهائي لأطيب كارين يارك بالعالم أكلتين مفضلة ما بينمل منها أبدا جنبها رز بشعيرية الأكلة المميزة فعلا مغزية جدا لا سهلة ولا صعبة بديه وقت شوي الوقت هو بيقلي البتنجان فقط لا أكثر ولا أقل هاي كانت آخر وصفتنا لليوم إذا حبت وصفاتي فيكن تابعوني على قناتي على اليوتيوب قناة المطبخ الحلبي وشكرا للكون على المتابعة ورمضان كريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة